موسيقى نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الاماراتية التي نقرأ منها مخاطر صحية تدفعك للتوقف عن استخدام غفوة المنبه يعاني معظمنا من مشكلة الاستيقاظ مباشرة في الصباح الباكر دون إيقاف المنبه مرارا وتكرارا عبر استخدام ميزة الغفوة ولكن حذر أحد العلماء من خطر هذه العادة على صحتنا حيث تبين أن 39% من البريطانيين ينامون لمدة تقل عن 7 ساعة كل ليلة إلى صحيفة الاتحاد الاماراتية التي اخترنا منها لكم عارضة أزياء في التاسعة والستين من العمر لا تظهر ماي موسيك البالغة من العمر تسعة وستين عاما التي بدأت عملها في مجال الموضة بعمر الخمسة عشر عام أي تعلمات على تباطئ مسيرتها المهنية إذ وقعت في شهر آيار مايو الماضي عقدا مع شركة آي أم جي موديلز وظهرت في عدد من المجلات واليوم شق طريقها مجددا لعرض الأزياء في معرض كوريا لمجموعة ربيع وصيف 2018 ونطالع من صحيفة القبس الكويتية سرطان الرئة يتربص بمرضى الأيدز المدخنين جاء في تفاصيل الخبر كشف دراسة طبية أن المدخنين المصابين بفيروس نقص المناع البشرية المسؤول عن مرض الأيدز الذين يتلقون العلاجات مغددون بأن يؤدي بهم سرطان الرئة أكثر بعشر مرات من الخطر الذي تسببه إصابتهم بالفيروس نفسه صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها الإفطار المثالي لطفلك في 15 دقيقة شددت الغرفة الاتحادية للأطباء على أهمية أن يتناول الطفل وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة كي لا يعاني من ضعف التركيز والشعور بالتعب سريعا وأوضح الأطباء الألمان أنه من المثالي أن يتناول الطفل في المنزل وجبة إفطار تتألف من الحليب ومنتجاته وخبز الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه لإمداد الجسم بكل العناصر الغذائية المهمة وختم مشاهدين من صحيفة الوسط البحرينية جبل جليدي عملاق على وشك الانفصال عن أنتركتيكا بات أحد أكبر جبال الجليد المرصودة في العالم على وشك الانفصال عن القارة القطبية الجنوبية بحسب ما أعلن باحثون فالصدع الذي يشق على امتداد 200 كم قطعة جليد معلقة بغرب أنتركتيكا والذي يراقب منذ سنوات عدة ازداد طولا بمعدل 17 كم خلال 6 أيام فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر